فواز سلام عليكم أنت فواز صاحبنا اللي فزت صحيح فزت هنا معنا لا لا ما فزت فزت معي نرجو قول نرجو نرجو الله يا سلام من وين فواز تكلمنا الرياض من الرياض كيف أجواء الرياض والله إن شاء الله زينا تنصحنا نجي نصيف الرياض والله لا والله ما نصحك يلا ها أمورك طيبة الحمد لله بذل الله المساعدات حوالك والله إن شاء الله يلا وشو السؤال الذهبي السؤال الذهبي وش شاء الله يعني أنت متوقع أنه ممكن يجيك السؤال الذهبي والله إن شاء الله السؤال الذهبي يعني سؤال واحد إذا جوابت عليه إجابة صحيحة تفوز في حلقة اليوم وتتأهل يعني سحب اليوم والجازة الكبرى على طول بدون السؤال وما توفيق الله بالله وما توفيق الله بالله وممكن يجيك مبارك وممكن يجيك أي مسار من المسارات نشوف يا فوات يلا المسارات اللغة العربية ها كيفك في اللغة؟ والله شكل اللغة العربية عشرة تحت صورة لا 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 يا شيخ إن شاء الله أمورك تمام إن شاء الله طيب والله بيني وبينك شوف أنت شكلك في اللغة العربية رايح فيها صح؟ جمال ايه تخصصك يا فوات ما طريعة والله بس آد ما كملت لا لا أمورك طيب إن شاء الله ما عليك الشريعة كيد درست يعني يقول السؤال الأول ما هو الذي يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول ما هو الذي يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل وينصب المفعول هل هو اسم الفاعل أو نائب الفاعل أو الفعل المبني ها اختار لا تقعد تختار اختار شيء ابدأ بأول واحدة واختار ونشوف اسم الفاعل اسم الفاعل هذه ايش يعني كذا قلت أول واحدة قلت بدل النص يمين يسار حقرة بقرة أو لا كيف يعني سويت ها فواز سم سم انت عديت قلت واحدة ثلاثة أربعة حقرة بقرة لا لا الله لا أدري بس عد بس رميتها رميتها وتكون إن شاء الله رمية برامي أو بدون رامي بإذن الله يالله نشوف إجابة يا صحيحة يسأل من سؤال وعلم سياق ستسأل فيه وترجل ها ضبطت يا فواز ضبطت برغم طيب نشوف الثاني ترى مهمة إن شاء الله يمكن يضبط يمكن معي يضبط لكن إن شاء الله اللغة الهربية يقول السؤال الثاني ما دل على الحدث مجردا من الزمن ويعتبر أصل الفعل ما دل والله شباب لي وحط الله صعبة شوي ما دل على الحدث مجردا من الزمن ويعتبر أصل الفعل هل هو اسم الآلة ولا مصادر الأفعال ولا الصفة ها اختر الصفة يعني الصفة اللي تتبع الموصوف تدل على صفة الشخص أتوقع كذا بسرعة اسم الآلة معروفة المكنسة المحراثة يبقى إيش صفة لا مصادر الأفعال انت عارف اسم الآلة اسم الآلة اسمه أي آلة تستخدم في الحرث الحراثة الكاوية هذه اسمه المقلاع هذه اسماء الأهلة والصفة اللي تتبع الموصوف ما يتصف به شخص يوصف به يبقى عندنا التعريف الأخير اللي هو ما دل على الحدث مجردا من الزمن ويعتبر أصرا للفعل هو مصدر الفعل يعني أخذ مصدرها إيش الأخم ما دل أنت مستوعب أنا شكاعد أقول يا فواز والله من استوعب أعطوه الجواب يا شباب خلاص أعطوه الجواب يا فواز أرى أشوف أرى أشوف أنه نكتفي أمورنا طيبة صح الحمد لله طيب ما نكمل لأنه والله إن كمنا ما في مساعدة وأنا أتوقع أنه مواريها مواريها تقول رايحة فيها صح يلا بيض الله وجهك شكرا لك يا فواز سعيد جدا جدا بروحك الجميلة واتصالك الرائع يلطيك العافية